بونجو لو انت ام وعندك طفل رايح امتحان مقابلة في الايقال بتاعته او في المدرسة بتاعته يعني يبقى الفيديو ده اليكي تابعونا ويرجعنا لكم مرة تانية النهاردة ان شاء الله هنتعرف على الاسئلة اللي ممكن في المدرسة يسألوها للطفل ويقدر يجيوب عليها بكل سهولة لازم هما يعني في المدرسة عمتا بيسألوه الاسئلة دي عشان يعرفوا قدراته يعرفوا هو يعني بيتكلم ازاي بيعرف فيقول ايه فاهم ايه فاهمين فالنهاردة ان شاء الله بقى هنتعرف على الاسئلة دي وطبعا انتو من قبلها بقى كأولاء امور او كأم بتعودي تتحفظي في الاسئلة دي يعني بحيث ان هو يكون ايه لما يجي وقت المقابلة يكون مش متوتر او مش ملقلق او كده يعني يكون متمكن اكتر تمام فده طبعا هيكون دورك انت كأم اكيد يعني دور مهم جدا معنا اول سؤال معنا طبعا يعني طبيعي ان هو يتسأل اللي هو اسمك ايه فبنقولها ازاي بقى كما تتابل كما تتابل يعني ما اسمك كما تتابل فالطفل طبعا المفروض يرد يقول ايه يقول جمابال ويقول اسمه مثلا جمابال احمد جمابال مصطفى جمابال مونة اي حاجة يعني كل واحد بقى حسب ايه طبعا اسمه بيرد تمام تاني سؤال ممكن يتسأل طبعا هو عندك كم سنة عندك كم سنة دي بنقولها ازاي بقى كلا جاتو كلا جاتو كلا جاتو كلا جاتو طبعا الطفل يقاوب بيقول مثلا ايه حسب بقى هو عنده كم سنة لو عنده تلات سنين يقول جاي تروازان جاي تروازان جاي تروازان طب لو عنده مثلا اربع يقول ايه يقول جاي 4 جاي 4 عندي اربع سنوات تالت سؤال معانا ممكن يسألوه هو عندك كم اخ وكم اخت فممكن يقولولو ايه اتو دي فخير و دي سور اتو دي فخير و دي سور اتو دي فخير و دي سور عندك اخوات او اخوات لو الطفل عنده اخ مثلا فهيقول ايه هيقول وي جاي اي فخير نعم لدي اخ طيب لو هو عنده اخت بقى هيقول ايه هيقول وي جاي اي سور نعم لدي اخت يعني عندي اخت طيب لو عنده بقى اخين ولدين فهيقول ايه نعم لدي اخين طيب عنده اختين بنات يقول ايه مثلا يقول وي جاي دي سور وي جاي دي سور نعم لدي اختين بنات تمام كده على حسب طبعا هو عنده كام اخ وكم اخت كل واحد بقى ايه اه دي حاجة طبعا يعني بتختلف من واحد للتاني فعلى اساسها نحفظه طبعا هو ايه يعني هيقول ايه يعني عنده كام اخ وكم اخت انت بقى لها انت لها تعرفي تمام في سؤال كمان ممكن كمان يسألول هو كو بارت تي كو بارت تي يعني انت ماذا ترتدي انت لابس ايه كو بارت تي كو بارت تي كو بارت تي يقول انت لابس ايه فهيجاو بيقول مثلا كو بارت تي شخص عوية سيطرت السماء وتغرب uncontهرت كات Saturday عايaze من أنه قد يقول هنا أنه قد يقول يقول جابي فبرة فبرة يقول يتوجد لست Louza يقول أنك قد تقول كنت س missing kel beschiding كُست كن سؤال كمان طبيعي جدا يتسأل وهو يعني ما هو لونك المفضل اللون اللي انت بتحبه يعني ايبا نقولها ازاي بالفرانسي نقول ما هو لونك المفضل نقولها تاني طبعا هو هيجاوب يقول ايه يقول ممكن يقول اللون الاخضر يبقى هيقول يعني اللون المفضل هو اللون الاخضر طيب مثلا هو لون المفضل الاحمر يقول ايه لون المفضل هو اللون الاحمر يبقى احنا كده النهاردة اخدنا اسئلة المقابلة شخصية لها قمان سو بخيزونتي ان فرانسي كيستيون دان تخوتيان كيستيون دان تخوتيان يعني اسئلة المقابلة اسئلة المقابلة يبقى كيستيون دان تخوتيان اخدنا اول سؤال وهو كمان تتابل اسمك ايه فالطفل بيجايب يقول جو مابل وبعدين بيقول اسمه خدنا كمان يعني ما عمرك فالطفل بيقوم بيقول يعني اخوات واخوات يعني اخوات ولاد او اخوات بنات طبعا بقى بيقوم بحسب هو عنده كم اخ وكم اخت لو قلنا عنده اخ بيقول اقول اي اخ اخجو لو عنده اخت اك اخجو اخ regularly لدي اخوات لو عنده مثلا اخين اخجو جو بحسب وبنتالون يعني تيشارت انا لابس بانطلون وتيشارت. اه اه مسلا لو بنوتا تقول جبارت اون غاب انا لابسة هستان او تقول جبارت اون جب انا لابسة جب اون بلوز وبلوزة اه اخر حاجة خدناها اللي هي ايه هو لونك المفضل او لونك المفضل اه هنجاوب نقول مع كله الطفل طبعا هو اللي يجاوب يقول مع كله ايه وبعدين يذكر بقى ايه اسم اللون المفضل عنده اي لون بقى اه يعني اخضر احمر لهوج اصفر لوجان تمام اي لون مفضل عنده بيقوله قبل بقى ما ننهي الفيديو بتاعنا ما تنسوش بقى تعملونا لايك للفيديو وكمان ويعملو له شير كتير عشان كتير يستفيدوا وشجعونا طبعا بلايك كل ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل علامة الجرس كلمة اشتراك هي تحت الفيديو على طول ضغطوا عليها واختاروا كمان وفعلوا علامة الجرس اللي جنبها واختاروا منها كلمة الكل وعشان كل ما اعمل فيديو جديد تتابعونا ويجيلكوا في الاشعارات على طول اه في الاخرة اقول لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باي باي اشتركوا في القناة